الوضع نحن نقف تماما على أنقاض المنزل المستهدف والتي أسقطت عليه قوات الاحتلال الإسرائيلي وطائرات الاحتلال الحربية قنبلة ثقيلة أدت إلى ضمار المنزل وكافة المنازل المحيطة في هذه المنطقة الوضع هنا مأساوي نتحدث عن عشرات العائلات أصبحت بلا مأوى نتحدث عن عشرات الأطفال والأهالي والذين راحت مقتنياتهم وكتبهم المدرسية وكل مقتنياتهم استطاعوا بالكاد أن يستطيعوا أن يخرجوا من البيت على وجه السرعة من أجل إنقاذ حياتهم بعد أن قامت جهاز المخابرات الإسرائيلية باتصال على أحد المواطنين في المنطقة وطلبت منه بضرورة إبلاغ المنطقة كلها بإخلاء المنزل من أجل القوات الإسرائيلية سوف تقوم بقصف هذه المنطقة لمعرفة أكثر ما الذي حدث ما بين ضابط المخابرات الإسرائيلية وأحد المواطنين نستضيف إياد أبو عبيد والذي قامت المخابرات الإسرائيلية بالاتصال به من أجل إخلاء المنطقة إياد ما الذي حدث معك؟ أنا تلقيت اتصال تقريبا في الساعة السادسة والثلث كنت في البلد موجود كان معي أحد الأصدقاء فتحت سبيكر اللي هو بعرف عن نفسه أنا من جيش الدفاع الإسرائيلي بدنا نقصف بيت أبو عبيد إحنا مش معنين بدك تبلغ السكان والناس الموجودة بجوار المنزل توجهت للبيت طبعا بشكل مفزع هستيري بلغت الجيران كان معي على اتصال كان يبلغني أنه في بيت إفلان ما طلعش إفلان ما طلعش فكنت أتوجه لهم طبعا أعطانا وقت لأنه بلغني أنه حيرمي قنبلة وزن ضخم ونبه علي أني لازم أبعد ميت متر أقل شيء والسكان الموجودين لازم أنا أبلغهم يبعدوا بميت متر عن مكان اللي حيستم قصفه طبعا المكان مربع كامل بيوتنا أنا طبعا جار المكان المستهدف هي بيتي ثلاث طوابق موجود أنا وإخواني وعيلتي وهي عمي وجراننا من دار الدراوي مربع سكني كامل محدش سلم من الضربة كان الضربة مش طبعية كيف تم إخلاء السكان حكينا أنا أول ما طلقت الاتصال أنا توجهت عليهم بيت بيت كان الجوال مفتوح منعني أني أسكر الخط كان الاتصال مفتوح وكنت بمشي وفتح سبيكر الجماعة اللي بيرفضونهم يطلعوا كنت أقولهم يقول لي معاكم جيش الدفاع أخرجوا من المنزل إحنا بدنا نقصف في المكان الموجود اللي إحنا حقا وقفين عادي نعم يعني سوف نقوم باستعراض بعض الصور للأهالي وهم يحاولون الآن تفقد منازلهم ونستعرض أمامكم حجم الضمار الكبير الذي حدث بهذه المنطقة إياد حكينا يعني الآن ونتو خرجتم أين بيتك تم تدميره حكينا عن السكان اللي تضرروا قديش تضرروا ورحتوا وين حين سكنين طبعا إحنا ما يقارب أكثر من ثلاثين عائلة طبعا بلا مأوى كله تشرد عند أصدقاء أو معارف قاعدين عند البيت فيش أي حدا يعني يساعد أو يقدم معونه طبعا أهلينا مش عارفين إشيهين وإشيهين مش موجودين طيب يعني الآن أنت وين سكني الآن أنا والله زوجتي عند أهلها أمي عند نسيبي كل واحد في مكان لأنه ما البيت أي للسقوط وليس صالح للسكن لا يوجد حمام لا يوجد فيش يعني زي ما أنت بتشوف بتصور البيوت مدمرة تدمير كامل المربع كامل جلانة أثر وتأثير مش طبيعي أضرار غير صالحة للسكن الدور غير صالحة للسكن نعم يعني كان الله بالعون أيضا يعني نحاول أن نعرف أكثر من حجم هذا الضمار الكبير الذي لحق بهذه المنازل والمواطنين نحن نتحدث عن عشرات الشقاك الآن يعني هذا مبنى في الواجهة ترونه هذه بناية من أربع طبقات هذه البناية أصبحت غير صالحة للسكن على الإطلاق ترون حجم الضمار الكبير الذي لحق بهذه البناية وهذا المنزل الذي اضطر أصحابه إلى هجرته بالإضافة إلى منازل أخرى تم تدميرها في هذه المنطقة حجم الضمار مهول وكبير في هذه المنطقة أيضا نريد أن نستعرض أكثر عن حجم المعنى التي وقعت هنا نستضيف أيضا شهود العيان واحد سكان المنطقة الذين تم تدمير منزلهم نتعرف عليك أبو كامل أبو أبيد أخ لصاحب البيت اللي تدمر إيش صر هان وحكينا عن معاناة السكان قديش هان تدمر نتحدث عن 30 عائلة نتحدث عن ربما يعني العشرات من المواطنين الآن أصبحوا بلا ماوى بسم الله الرحمن الرحيم يعني بشكل مباشر ما شفنا إلا والجيش الإسرائيلي بتتصل على ابن أخوي قالوا بلغ جميع اللي في المنطقة يخلو على بعد أكثر من 100 متر في كافة إيش من جميع النواحي فطبعا الناس خرجت بشكل هلع وفزع النساء الأطفال بشكل جنوني وبعد هيك قالوا احنا حنضرب قنبل الثقيلة فحينما تمت الضربة وكأنما يعني زلزال هز المنطقة بأكملها يعني مش ضربة كانت للبيت لكافة المنطقة حتى إنه مستشفى شهوداء الأقصى زلزلت وكان دمار كبير يعني حجم كبير من البيوت والآن يعني عدد كبير من البيوت بلا يعني مأوى يعني اللي عند قرايبه اللي يعني مش عارفون يروح فكانت ضربة كأنها زلزال فيعني منطقة هذه طبعا منطقة يعني سكنية ضربة هذه كانت تاني مرة لهذا البيت هذا البيت تم قصفه في حرب الـ 2014 وهذه المرة الثانية فيعني هذه يعني دمار كبير يعني كأنما زلزال دمر المنطقة بأكملها ويعني إحنا يعني هذه بنعتبرها ضمن جرائم حرب يعني هذه يعني أثرت وعملت رعب عند النساء عند الأطفال في كذلك المرضى في المستشفى ويعني الناس فزعت وهلقت في الليل بشكل غير طبيعي يعني إسرائيل تقول أنها منذ بداية العدوان على غزة أنها تقوم بقصف مواقع وأهداف لحركة الجهاد الإسلامي يعني ممكن تشرح أنها وعن ممكن نلاقي هدف للجهاد الإسلامي في هذا المربع وهي نرى مربع سكني كامل لا يوجد به أي مواقع أو أي يعني يعني شيء يرمز إلى وجود مواقع للفصائل الفلسطينية في هذه المرة هذا يعني بيت سكني يسكن أكثر من عشرين فرد كافة البيوت المحيطة والمجاورة بها يعني مكتضة بالعائلات هذا البيت اللي أمامنا فيه يمكن عشر عائلات البيت الغربي لأخي كذلك أولاده يعني ثلاث بيوت ثلاث عائلات فيه كفيش بيت إلا فيه يمكن سبع أو ثمان عائلات الآن بلا مأوى جميع المنطقة يعني تضررت وبمثابة كارتة إنسانية حصلت الشجر تدمر الدواب تدمرت الحمير الغنم يعني دمار حتى يعني ما سلمش منه الحيوانات والشجر وكافة البيوت المحيطة بشكل يعني ما يزيد على مئة وعشرين متر يعني الدمار نسبة الدمار كبيرة ويعني شيء لم يتوقع يعني حكينا إيش دك تعملوا الآن الآن أصبحتوا بلا مأوى أصبحتوا مشردين ماذا ستفعلوا وأين ستذهبون كيف ستعتاشون من بعد هذا القصف المدمر يعني حاليا أغلب البيوت اللي له قريب عند قريب وقاعد يعني ظروف صعبة حتى ما في إمكانيات للأجار يعني للتأجير فالجميع الآن بشكل يعني مؤقت عند الأقارب ويعني يعني يعيشوا بشكل يعني مأساوي لأنه بتلاقي الواحد يعني مش ماخد راحته ومش في بيت كملكه نعم يعني هذه صورة من الوضع في منطق الدير البلاح يعني نتحدث عن هذا المنزل أحد المنازل التي ترونها أمامكم هو منزل دمر في عام 2014 صاحب المنزل يعني قام من خلال جهوده الخاصة ومن خلال من ماله الخاص قام ببناء هذا المنزل من أجل أن يستعيد أسرته وأن يسكن فيه لكن إسرائيل لم تسمح له البقاء في هذا المنزل وتم تدمير المنزل بفعل القصف الذي استهدف جيرانه وبالتالي أصبح المنزل مدمرا وأصبحت العائلة مشردة مرة أخرى يعني نتحدث عن عائلة مشردة منذ عام 2014 إلى عام 2023 وهي تعيش حالة التشرد وحالة البؤس والشقاء بفعل الاحتلال الإسرائيلي الناس السكان الحي السكان المنطقة الآن يعني هم على أنقاض منازلهم المدمرة يعني هائمون على وجوههم لا يعرفون ماذا يفعلون لا يعرفون كيف سيقضون أوقاتهم ماذا سيكون وضعهم المستقبلي في ظل عمليات الاستهداف والقتل والاستهداف منازل المواطنين نتحدث عن عشرات المنازل التي دمرت منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وهذا كله يخلق وضع إنساني ووضع معيشي كارثي لسكان قطاع غزة ويعني ستبقى هذه المنطقة هي منطقة يعني معرضة للقصف وللتدمير بفعل استمرار الغارات الإسرائيلية وبفعل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة الذي لم يتوقف منذ خمسة أيام وحتى هذه اللحظة نعم وأيضا حمليات استهداف المنازل مأساوية جدا بفعل الضمار الكبير الذي لاحق بعشرات المنازل والشقق السكنية